نمسا تبدي قلقا مما وصفته وأنشط التجسس الصينية نعم طبعا موضوع التجسس الصيني طبعا المخابرات كما أقيل في الخبر أبدت قلقها من النشاط الزائد على سبيل المثال لوجود كسافة من الطلاب الصينيين الموجودين في الجامعات النمساوية فقالت أنه من الممكن أن تؤدي هذه الكسافة من الطلاب لتسريب جزء من التقنيات لربما الإمكانيات الموجودة ضمن هذه الجامعات وتستفيد منها الصين ويقوم هؤلاء الطلاب بنقل هذه المعلومات إلى الجهة الصينية صراحة طب هما ليه بيدونهم فيز أصلا فيز دراسية يعني هما موجودين لا لا طبعا فيه أيه بس هو عشان الطالب يجي هنا بيأخذ من التقدم للسفارة النساوية في الصين في بكين وبيأخذه طب إذا كان هناك تخوف أكيد النمسا لا تستطيع أن تتفضل به أن تقطع علاقات مع الصين تقطع علاقات أو تجمد استجلاب الطلاب حتما أنا أعتقد أن الموضوع يخضع لتحقيقات مكسفة بهذا الشأن ومتابعة لعدد من الطلاب حتما للوصول وللتعرف حقا إلى أي حد فعليا يوجد هذا الكلام حقيقي يعني أنا أسأل السؤال بطريقة أخرى على ماذا تريد الصين أن تتجسس بصراحة يعني يعني ما هذه التقنيات الرهيبة الموجودة في هذه الجامعات والتي لا تمتلكها الصين يا سيد الكريم الصين اليوم تحتل العالم اقتصاديا تحتل العالم بأجهزتها وتجهيزاتها والتي يعني اليوم ما رح أقول لك ولكن معظم الأجهزة التي نعمل بها الآن هنا هي صناعة الصين سيد الكريم يعني بصراحة يعني وأكثر من ذلك يعني فبالتالي عن أي تجسس تتحدث عن مخابرات ولكن هذه تبقى تكهنات وننتظر يعني حتما صدور معلومات جديدة وأخرى بهذا الشأن حتى يعني تكشف أكثر أن الصين على ماذا تريد أن تتجسس من خلال الشركات النفسوية نعم